قلت لكم على خريطة صفقات النادي الاهلي منذ لحظات اقول لكم بقى خريطة صفقات نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية يلا بينا فيها اسماء مهمة جد نادي الزمالك بيسعى لدعم صفوفه بلعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث وضعت اللجنة الفنية بالنادي العديد من الاسماء للتفاوض من اجل ضمها قبل بداية الموسم الجديد ويستعرض رقم 10 ابرز الاسماء التي يفكر فيها الزمالك في حراسة المرمى اللي بيضم فيه الزمالك السنائي محمد عواد ومحمد صبحي النادي عايز يدعم المركز ده نظرا الاقتراب عواد من الرحيل حيث وضع النادي الزمالك السنائي احمد ميهوب حارس غزل المحلة وايضا احمد نادر السيد حارس فيزيلا البرتغالي هدفا لضم احدهما في المركات والصيفي الجاري ووارد الاتنين كمان في خاطر الدفاع حدد نادي الزمالك حيث تم الاستقال على عودة محمود علاء المعار إلى الاتحاد السكندري هذا الى جانب التعاكل مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى وفقا لطلبات الكولومبي خوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق والزمالك يفضل ان يكون هذا اللعب من خارج الدوري المصري مركزي ازايل ايسر والايمن في نادي الزمالك بيريد في مركز ازايل ايمن استعاد احمد عيد المعار إلى امبي والتعاكل مع ايمن هشام صلاح لاعب للتحاد السكندري او عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر اما في مركز ازايل ايسر يفكر في التعاكل مع ايمن احمد سمير لاعب طلع الجيش او محمد حمدي من امبي او يسري وحيد لاعب الترسانة او عمر السعداوي لاعب المصري البورسعيدي في خط الوسط قرر نادي الزمالك عودة لعبه المعارق الى ببنك الاهلي حمدي علاء كما يرغب في ضم محمود حمادة لاعب فاركو واللي بيعد اول اهداف الزمالك في خط الوسط هذا الى جانب ضم احد سنائي فيوتشر غنان محمد او محمد ريدا بوبو بالاضافة الى وجود رغبة في استعارة امام عشور من متلند درماركي بجانب ضم لعب افريقيا تحت السن في مركز رقم 6 لما بنقول الزمالك عايز ايه او الاهلي عايز ايه دي افكار الزمالك وافكار الاهلي ما بنقولش انها تحسمت عشان اللعبين اللي حمد قولهم للاهلي والزمالك دول اللعبين مرتبطين باندية وبالتالي هي موافقة انديتهم هي الفايصل والحسب في هذا الامر فكرة ان انت عايز مش خدت اللي انت عايزه ولا لا ده يخص النادي صاحب اللعب او مع عقد اللعب يعني في خط اللجوم كارل نادي الزمالك عودة لعبه يوسف اوباما بعد نهاية اعارته بنادي الحزم السعودي كما تطالب اصوات كثيرة في النادي وتضغط على مجلس الادارة للتعاقد مع مستوى فتح المعار من التعاون السعودي الى بيرامدز هزا الى جانب التعاقد مع جريندو لعب المصري الذي ينتهي تعاقده مع الفريل بورسعيدي بنهاية الموسم الجاري وايضا وجود محاولات لضم الياس الجلوسي ومهاجم اجنبي طيب ده بالنسبة لنادي الزمالك